طيب نهاردة طبعا هنتكلم عن منتخب المصري بما ان احنا بنقرب من مطش غينيا اللي هيكون بعد مطش الاهلي على طول نهاردة خلينا نروح لقايمة مستر روي فيتوريا الجهاز الفني للمنتخب الاول بقيادة مستر روي فيتوريا حدد طبعا فيه معسكر لمنتخب مصري هيبدأ من يوم 10 اليوم 18 خلال فترة المعسكر ده هيكون فيه مباراتين مباراة الاولى رسمية هتكون مع غينيا وهتتلعب في المغرب يوم 14 وبعدها بأربعة يام تأيوم 18 يعني هنلعب هنا في القاهرة مع منتخب جنوب السودان مباراة والدية ده طبعا مؤتمر الصحفي اللي اقيم النهاردة مستر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري اللي اعلن فيه اختيار قايمة منتخب مكونة من 28 لعب خليني سريعا هنقش القايمة طبعا مع الضيوفي النهاردة بلال محسن واحمد مصطفى اختار فيهم محمد الشناوي محمد صبحي ابو جبل حراسة مرمى اختار معاهم محمد هني هشام صلاح واحمد رمضان بكم وياسر ابراهيم وعلي جبر ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي ومعاهم محمد حمدي وأحمد ابو الفتوح ومروان عطية طيب لغاية احمد ابو الفتوح ده لعيبة خط ظهر كلها مروان عطية وان كان ابو الفتوح بيشارك في الفترة الاخيرة مع فرقته كلعب خط نص يعني بعد كده عندنا مروان عطية مهند لاشين حمدي فتحي غنام محمد محمود حمادة احمد سادي غنام محمد ومحمود حمادة الحقيقة يستحقوا يستحقوا جدا كمان لانه الاثنين دول لعيبة نص ملعب من اللعيبة اللي عندها كرة ومجهود كبير في الملعب ودي عملة ندرة بقت عندنا في الكرة في مصر الحقيقة يعني غنام ومحمود حمادة اعتقد من الاسماء اللي هتكون برزة جدا مع منتخب مصر في الفترة اللي جاية مع احمد سايد زيزو مع محمد هلال احمد هلال بنك اهلي اعتقد دي طبعا قايمة زي من حضراتكم شايفينها مع محمد رضا بوبو واضيف على حمادة وغنام خدوا بالكم كمان انا بكلم على ايها بتاعبش فقندية جمهرية يعني غنام وبوبو ومحمد حمادة بيلعبوا فقندية ما عندهاش جمهور اصله مش جمهور قراءة ما عندهاش قاعدة جمهرية يعني فبالتالي انه يبقى لاعب قادر يطور من المستوى وموسم بعد موسم بيظهر بشكل افضل لا وينضم المنتخب مصر لا ويقدي مع منتخب مصر ده يحسب ليهم والكلام هنا اكتر على حمادة بصراحة يمكن هو اكتر واحد مشارك او ليه دور مع منتخب مصر لكن غنام محمد ورضا بوبو الحقيقة كوالتي تراهن عليه في القريب العاجل يعني معهم محمد صلاح مصطفى فتحي حسين الشحات يستحقاه عن جدارة حسين عامل موسم يعني مش هبالغ لو قلت انه الموسم الافضل ليه مع نادي الاهلي منذ انتقاله صحيح عارفين انه حسين لعب يعني مستوى عالي لعب مؤثر لعب عنده امكانات كبيرة لكن ما يتهقليش انه فيه فترة توهك فيها او وصل فيها حسين الشحات لمستوى زي الفترة الاخيرة دي والحقيقة يستحقاه عن جدارة وبقى يمكن النهارده يعني الجمهور يعني جمهور جمهور يحط حسين الشحات وممكن معاه اسمين ثلاثة ثانية وبقى كده نختلف نتفع على بقية التشكيل لكن حسين بقى واحد من اهم عناصر نادي الاهلي في الفترة الاخيرة مع حسين الشحات طبعا مؤمر مرموش لعب فرانكفورت عين تراخت فرانكفورت خلاص بقى فرانكفورت ما بقاش بولفزبورج ومعاهم محمود تريزيجي ومعاهم كهربا وأحمد ياسر ريان ومصطفى محمد دي قائمة منتخب مصر يعني ممكن تقول في اسم او اتنين كانوا يستحقوا الانضمام في اسم او اتنين يعني كانوا يستحقوا فرصة على الاقل مش لازم يعني فرصة التواجد منها يكتسبوا خبرات منها يقربوا من فكر روي فيتوريا منها يبقى في بينهم وبين اللعبين انسجام منها يبقوا عارفين طبيعة الشغل والطريقة اللي بيشتغل بها منتخب مصر فلو احتجتهم في وقت ملاقات كنت ممكن تلاقيهم وخصوصا انه مستر فيتوريا اختار 28 لعب لكن هي قصة في النهاية طبعا همش هيلعب 28 هو في النهاية هيختار منهم 18 هيرعن عليهم في الماتشين وخصوصا ماتش غينيا لكن هي قصة قصة معايشة اكتر منها قصة مشارك